بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نشرح يونة 23 اللي هو يتحدث عن الفرق ما بين I will وال I'm going to شن الفرق ما بين الجملتين هنا عدنا بالملزمة يقول We use will to announce new decisions طبعا دائما الول نستخدمها للقرار الجديد دائما مع قرار جديد فthat's a good idea فكرة جديدة فكرة حلوة طبعا اكيد جديدة I will I will لذلك هو قائل I will طيب ثاني نقول We use going to when we have already decided to do something الشي اللي احنا مقررين من زمان بي من زمان مقررين نستخدم للgoing to فمثال عليها يقول هيلين already decided to invite a lot of people هو تحب تزور ناس فمثلا من ينتج جملة قيل We are going to invite a lot of people احنا راح ندعي هواي اصدقاء ليش لانه هيلين هي تحب تدعو هواي اشخاص فهذه الجملة اللي يشوفون هنا استخدم لي بالحل going to يابا ليش استخدم going to لان شي مقرر من زمان هي اصلا تحب هذا الشي يعني من زمان موجدي فمثلا يقول طبعا هاي امثلة اخرى يقول قاري حاولت تتصل بك صدق اذا انا ما اعرف هالمعلومة فهذا شي جديد راح تتصل بي اذا معلومة جديدة قاري حاولت تتصل بك قاري حاولت تتصل بك نعم اعرف هذا الشي انا تماما نعرفي اذا هذا الشي هو احنا نعرفه يعني فهذا الحدث يعني انا مخطط له انا ادري اعرف هذا الشي فنقرر ان شاء الله راح اتصل بي فهذا هو الفرق من الزمان تقريبا لنا اللي فهم خلاص الموضوع بعد انتهي ما بعد اي شي بي حتى جمل البقية I think the weather will be nice later I think the weather is going to be nice later طبعا هنا التركيب نفس التركيب ولكن من اقول الول فاني معناها يعني فد شي جديد اما going to فمعناها انا مثلا عندي دليل يعني مثلا عاو سبب مثلا انا قاري القوة الاخبار على سبيل المثال او هيتش اخر شي يقول when you say something is going to happen من نقول شيئا ما سوف يحدث we believe this because of situation لان انا عدنا سبب مثل ما قلتلكم what is happening now shows that something is going to happen in the future سيظر لنا شيئا ما سوف يحدث في المستقب فما اشوف دائما قلتلك من نقول going to عندك دليل look at those black clouds باو على هاي الغيوم اكو دليل دليل انه الغيوم it is going to rain لح تمطر لان انا عندي دليل الدليل مات الغيوم فهذه هي فكرة هذا اليونيت اي سؤال او استفسار تقدر تكتبه بالتعليقات واحنا حاضر اشتركوا في القناة